سعادة الرئيس قبلتم التنازل عن الحكم ضمن مبادرة دول الخليج هل تعتقدون بأن ذلك سوف يضع حدا للأزمة السياسية في اليمن نحن رحمنا بالمبادرة المقدمة من وزراء مجلس التعاون الخليجي لما تكتطيها المصلحة الوطنية العلية إذا كانت هي ستعمل على رأب الصدق وحل المشكلة وانهاء الفوضى والاعتصامات والتخريب وقطع الطرقات لماذا ما نتعامل معها في إطار الدستور نحن ندعو إلى انتخابات مبكرة لمصلحة وطنية سواء نيابية أو رئاسية في العالم الغربي كله والذي تعلمنا منهما الديمقراطية هما يتحدثوا عن الديمقراطية ولكن في هذه العاصفة التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط في الآون الأخيرة مع تقديرنا لأصدقائنا في الغرب أنهم ينظرون إلى الأقلية ويهتموا بوضعها ولا ينظروا للأغلبية بالرغم أننا تعلمنا أن من حصل على الأغلبية هو الذي يتحمل من سؤالية الحكم ولكن الآن تغيرت الموازين الكنوات الفضائية والإعلام الغربي وبعض الإعلام العربي يتجه نحو الأقلية ويطلب الحقام بالرحيل نحن نقول نحن على استعداد للتقليع عن السلطة لكن حبر صناديق الاقتراع ولماذا الغرب يشتغل بمعايير مزدوجة يعني ينظر إلى الفوضى وقال هذا إرادة الشعوب إرادة الشعوب ولماذا ما ننظر إليها باحتمال نحن نهتم من مطالب الشعوب وشعبنا اليمني بلد ديمقراطي تعددي سياسي لماذا ننظر إلى الفوضى الخلاقة التي تحصل في الشوارع وقتل نفس المحرمة وقطع الطرقات وقتل رجال الشرطة وقتل العسكريين لماذا ينظر الغرب من خلال جنواته الفضائية إلى التجمعات الكبيرة التي تحشد لتأييد الشرعية وتأييد السلطة تعييد الشرعية الدستورية لماذا منظلها باهتمام ينظر إلى الأقلية المحاصرين في شارع الجامعة ويعطيهم اهتمام كبير لا يعطي للملايين التي تخرج في محافظات اليمن بالملايين لا يعطيها اهتمام وينادي السلطة لماذا ما تسرع في نقل السلطة طيب كيف نقلها؟ هذا انقلاب تناديني من أمريكا ولا من أوروبا أنقل السلطة إلى من؟ أنقلها إلى الإنقلابيين؟ لا أنا أنقلها عبر صناديقة الكثير تعال نحن نشكل لجنة عليها للانتخابات والاستفتة وندعي رقابة دولية تشرف على نزهة الانتخابات وتعال خذها لكن عملية إنقلابية مرفوضة تماما لن نقبل العملية الإنقلابية سواء في الداخل أو تأييدها من الخارج أي عملية إنقلابية مرفوضة تماما تماما لأننا نتمسك بالشرعية الدستورية ونتمسك بالدستور ولا نقبل بالفوضى الخلاقة هل تقول بأن موافقتك على المبادرة الخليجية سوف تفسح المجال لديمقراطية أفضل في البلاد؟ نحن هذه معالجة معالجة معكتة لكن نحن رحبنا بها رحبنا بالمبادرة الخليجية إن شاء الله يوضعوا لها آلية يوضعوا لها آلية ونحن نرحب بها سواء أنا المبادرة مع الآلية ونحن نرحب بها إذا كانت ستعمل على حل المشكلة وراء بالصد فليس عندنا مشكلة أن نضحي بالسلطة ونحن مهتمين بالسلطة نحن مهتمين بالوطن نحن مهتمين بالتنمية مهتمين بالثقافة مهتمين بأمن والاستقرار بالسلم الاجتماعي مهتمين بعدم إراقة الدم اليمني هذا اهتمامنا كسلطة ولذلك أنا لما نقدم ننازلاته والتنازلة ومش أنه يعني ضعف النظام السياسي هو حرصا على الدم اليمني وعلى السلم الاجتماعي وعلى عدم وجود ثقافة الكراهية والبغضة بين أبناء الوطن الوحيد هذه التنازلات التي قدمها الرئيس وحكومته أو حزب المؤتمر وحلفاءه هو من عجل الوطن هل تعرضتم للضغط من دول الخليج أو من الولايات المتحدة أو الغرب لتقديم هذه التنازلات؟ نحن نتعرض لضغط خارجي لكن نقرأها داخل نحن نرحب بأفكار خارجية سواء من دول الجوار أو وهي تصب في إطار حل المشكلة أو من دول صديقة لأن نرى ما لا يرون هما ينظروا عبر القنوات الفضائية نحن نرى الشارع اليمني نحن ضد التسطع في السلم الاجتماعي داخل اليمن نحن ندعو الشباب للحوار ندعوهم لأن تفهم مطالبهم ندعوهم إلى أن يشكلهم الحزب السياسي لكن هما مش الشباب الشباب هما أحزاب اللقاء المشترك راكبين موجة الشباب هما أحزاب اللقاء المشترك وهذه أحزاب متناقضة على فكرة وإذا كانت هما الآن يمارسوا أعمال العنف والتخريب والتضليل والكذب وهما خارج السلطة كيف إذا وصلوا إلى السلطة ستكون كارثة كارثة على الشعب اليمني المعارضة رحبت بهذه المبادرة ولكن بعض أطيافها ما زال لديها بعض التحفظات على المبادرة والشباب المعتصم في الشارع يرفضها تماما يريدونك المغادرة مباشرة هل تعتقد بأن ذلك سيؤذم الوضع أكثر؟ أنا أعتقد أن هذا يصعد الأزمة لا يحل المشكلة الآن هم في حالة إرباك الآن في حي الجامعة خليط من الناصريين على الاشتراكيين على الأخوان المسلمين على تنظيم القاعدة على الحوثيين والأسف الشديد الآن الغرب الذي يقول هو يوقف إلى جانب الشعوب في مجال مكافحة الإرهاب ومنها تنظيم القاعدة الآن تنظيم القاعدة يطلبون إلى المعسكرات الخارجة عن النظام والقانون تنظيم القاعدة الآن يتحركوا داخل المعسكرات وهذه مسألة خطيرة جدا جدا فهما يرموا كل الأوراق يطالب رحيل السلطة وعلي وعلى أعدايا رب يعني يهمنا كفة الحالة السلطة ويمسكى من يمسكى يعني الآن تنظيم القاعدة والجهات موجودين في المعسكرات هذه خرجت عن الشرعية أعلقوا على ما قلته المعتصميون يقولون بأنه لا يوجد للقاعدة ومكان بينهم كنتم دائما شريكا للغرب في محاربة الإرهاب ومحاربة القاعدة هل تعتقدون بأن الغرب ودول الجوار سوف تكون قلقة من مستقبل اليمن بعد رحيلكم؟ ما فيه شك أنهم سيكون لكن هذا معنى من صنيعتهم أنهم الآن يتساهلوا عن تضليم القاعدة الذي الآن يتوجه إلى المعسكرات التي خرجت عن الشرعية وإلى محل الاعتصامات وإلى قطع الطريق في مارب وقطع القاضي على المواطنين وقطع المحروقات والتقطع في خط مارب صنع حول منهم تنظيم القاعدة طيب لماذا الغرب لا ينظر إلى هذا العمل التخريبي وأنه خطورتهم في المستقبل يعني أنتم تصنعهم بعيدكم هما الغرب الصنع والقاعدة عندما أيام الحرب الباردة أيام فغانستاذ وبعدين الغرب يدفع ثمن دعمهم لتنظيم القاعدة الآن وهما يتقاضون عن ما يعمل تنظيم القاعدة في اليمن سيدفع ثمن ماذا تعتقد الخطوة التالية سوف تكون هل ستوافق المعارضة على كافة المبادرة هل ستفشكلون حكومة ائتلاف وطني مع المعارضة يعني من الرد الأول للمعارضة المرافضين أن يشاركوا في الحكومة يعني هذا واضح نحن مضطرين أن نعيد تشكيل الحكومة من قوى التحالف ومن قوى مستقلة ومن حزب المؤتمر لأن نسمح أن يبقى الوطن مشلول وندعو إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تحت إشراف دولي وأن يريد أن يصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراح لكن عبر الاعتصامات والفوضى وقطع الطرب والزحف على مؤسسات الدولة وتخريبها ونهب البلوغ هذا مرفوض سيواجه بكل حزب من قبل الشعب والشعب هو قادر أن يدافع عن مصالحه الشعب اليمني سيدافع عن مصالحه وعن ما أنجزه خلال خمسين سنة سيدافع عنها تماما سوف تتعون إلى انتخابات مبكرة متى سيحدث ذلك نحن الآن في تشاور حول الدعوة إلى انتخابات مبكرة في ضوء المبادرة الخليجية وإن رفضت المعارضة هذه المبادرة إذا رفضت سنخاطب الشعب والأغلبية سنتفهم مع القاعدة العظمى هو الشعب اليمني الصاحب الأغلبية وهو السواد العظم ولكن هناك الكثير من اليمنيين الذين يعتصمون في الشوارع رغبتهم بمغادرتك الحكم فورا صحيح صحيح هذا رغبتهم لكن أنا أحترم رأي الأغلبية رأي الشعب هذا رأي أقلية فإحنا نحتكم إلى الأغلبية كيف رأينا نخاطب الغرب هل نحن مع الأغلبية أو مع الأغلبية كيف الفهم الديمقراطي في الغرب إذا انعكست الأمور الآن إننا مع الأغلبية فنحن مؤيدين لنظرية الغرب إن الأغلبية هي التي تحكم الأغلبية موافقية إذا تغيرت الإدولوجية والنظرية أما إحنا لازم نتفاهم أن الأغلبية هي التي تحترم وهي صاحبة الحق ماذا تطالبون أو تتوقعون من العالم العربي والغربي بأن يفعل جراء اليمن مع المخاوف للوضع في اليمن أن ينتقى من الأشقة في الوطن العربي أن يقفوا إلى جانب أمن وإستقرار اليمن وحدك وكذلك الأصدقاء في الغرب بأن يقفوا إلى جانب أمن وإستقرار اليمن وحدك وأن يحترموا الشرعية الدستورية وأن نحترم الدستير والقوانين والأنظمة وأن لا نخضع للابتزاز والفوضى والقوغائية ولكن إذا ما أصر شعبك معظمه أو العديد منه المتواجد في أصنعاء وفي مدن أخرى ويطالب بتنحيك الفوري هل ستستمى لهم؟ طيب أنا إذا كان الشعب هو الأغلبية يطلب التنحي سأتنحها فورا إذا هو الشعب الأغلبية نعم لكن لن أخذ على الأقلية سيادة الرئيس شكرا لك